موسيقى بالنسبة لوجبة الافطار خاصنا نعرفه بان الجسم ديالنا ماشي مهيئ للاكل بالليل خصوصا هلا كان هاد الاكل تقيل فوجبة الافطار السليمة تيكون فيها كان بدوب ثلاثة ديال التمرات مع كاس ديال الماء نرتاحوا شوية واحد خمسة حتى العشرات دقائق باش الجسم ديالنا تيستوعب باننا رابطينا في عمليات الاكل بالتالي كي يبدل هادم وتنا نقدرون ندوزول ديكس على الحساء اما مرة ديال الخضار مرة حساء ديال الشعير او لا ديال السميدة النهار اخر يمكن يكون حساء ديال الحريرة اللي فيها القطاني الى غير ذلك تيكون عنا مشروبات اما مثلا الشاي او لا الحليب او لا القهوة بالنسبة الناس على حسب الرغبة ديالهم كي تناولوها مع عجائن اللي تتحضر في هاد الشهر مثل بحل البغرير مثلا او بريوات في الفرن من الاحسن هاد العجائن ما تكونش مقلية في الزيت لانه ستسبب لينا مشاكل ديال العسر الهدم تنعرفوا باللي في المائدة الرمضانية تتحضر حلويات بكثرة هذه الحلويات خاصة بتاعدوا عليها مثلا بحل شباكية لانه تكون فيها السكار والعسل ومقلية في الزيت وبالتالي فيها السعرات حرارية كثيرة وتقيلة على المعيدة ايضا نجنبو شوية العصائر يلا بغينا ناكلو الفواكه ناكلوها كما هي ونقدرو نعودو عصائر الفواكه مثلا بعسر الخضر خاصنا ما ننسوش الخضر فوجبة الافطار إلا ما تناولوها ناهاش في الحساء ممكن تناولوها إما على شكل عسر الخضر او صلاطة بالنسبة للناس اللي ما تفضلوش هاد المخبوزات مثلا في الافطار ممكن يدوزوا مباشرة البروتينات بحل اللحوم مثلا نعمل أحسن إما الحوت أو الدجاج على شكل يكونوا إما مشوي إما طيب في الفران مثلا أو خضر مع مرة في الفران ودائما تنركزوا على أن الأكل ما يكونش تقيل موسيقى 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 موسيقى